السلام عليكم ان شاء الله سوف نتحدث عن موضوع زراعة أشجار أفوكادو ما هي المناسفة المناسبة ما بين أشجار أفوكادو كم يلزمون من عدد الأشجار أفوكادو لكي نقوم بزراعة شكتار واحد من الأشجار أفوكادو هل يمكننا الاستغلال مسافة أو المساحة ما بين الأشجار أفوكادو في زراعات أخرى ان شاء الله قد نقوم بإجابة على هذه التساؤلات ان شاء الله فكما كنت لاحظوا مع الإخوان هذا النوع الهاص هو الذي يهمنا لأنه الأفضل من حيث زراعة أشجار أفوكادو لأن التمن يالو مرتفع لكي يخلي واحد أرباح جيدة للمزارة فكما كتلاحظو معي من نوع الحرشة غضي نتكلمو لجميع أصناف أشجار أفوكادو فكما كتلاحظو معي غضي نبدو بأول شيء العدد بالنسبة لمساحة هي كتار على واحد عدد أشجار من حيث زراعة تقريبا ميتين وتسين حتى ثلاثمائة شجارة من أشجار أفوكادو فالعدد راجع على حسن المساحة التي سوف تعتمدها فكما كتلاحظو معي المساحة التي نتعمدها من حيث زراعة أشجار أفوكادو وهي المتلى هي 7 أمطار ما بين خطوط أشجار أفوكادو و 5 أمطار ما بين أشجار الأفوكادو فكما كتلاحظو معي لكن استغلوا تلك المساحة في زراعة أخرى لماذا نستعمل هذه المساحة؟ لأن بعض المزارعين يقعون في بعض الأخطاء يزرعون عدد كبير من الأشجار الأفوكادو يصل إلى 400 شجارة و هذا أمر خاطع لأن الأشجار الأفوكادو سوف تنمو مستقبلا فجب أن تكون عندك رؤية مستقبلية أو تجيزع بعض المشاكل ستقوم باستغلتك المساحة إلا أنك ستكون مئة بالمئة ستتتتتتطاع أن المساحة بezبار من أشجار أمطار لقاءة 8 سنوات فما قد تقوم بثلال � إلى بعض الأشجار ستتتتستفادها وマتقة بأشجار لأ distinguished Lee Sabli وها لحيث تقليم ستتتتتتناول حيث أمطار أننا أشجار الأفوكادو وجrow anewic وكتلاح كبيرia الأفوكادو و المساحة التي تستعملونه من بين الخطوط هي سبعة أمتار ، و を استغل هذه الأنسReg من بين الأشجار الأفوكادو لسناوات حتى تصل شج рассلاط الأفوكادو الى خمس سنوات فما فوقков سوف نتوقف من حيث استغلال هذه المساحة issue 5 Where we go that water نقوم بإزالة العشاب الضارة حاليا لأننا حاليا فصل الرابع تتكاتر العشاب الضارة و هذه المساحة التي سنستغلها في زراعة أي زراعة نريدها كالبطق الأحمر كالبطق الأصفر كالطماطم كالبتنجل كالفلفل كالفراولة أي زراعة يمكنكم استغلالها بدون أي مشكلة فبعد المزارعين يمشانون في استغلال هذه المساحة فكون أكيد سوف تقع في الضياع نفسك فقط يجب استغلال هذه المساحة فكما كنت لحضو معي إخوان تجنب رش المبيدات على تجارة أفوكادو فقط فكما كنت لحضو معي سوف نجعل واحد المسافة تقريبا متر فكما كنت لحضو معي ما بين الحرط والأتجار الأفوكادو إلى متر ونسب فقط فكما كنت لحضو معي فالمساحة على حسب عمر التجارة فهذا عمر التجارة تقريبا ثلاث سنوات سوف نجعل تقريبا المساحة تقريبا متر وعشرون فكما كنت لحضو معي عند الحرط تجنب التماس اشعارة التجارة مع الحد كما تتلاحدوا معي خلال نوع دل أشجار أفوكاده من النوع الهاز خلال نتكلموا كذلك على عدد أشجار اللي نقوم بزراعتها سوف نتحدث على بعد الأشجار التي ساعد أشجار أفوكاده على التلقيح على مساحة تمت استغلها بريحية بدون أي مشكل rotate 7 أمطار että ساعد أشجار الأفوكاده على التلقيح مثلا إذا كنت سوف تقوم بزراعة 300 تجارة من النوع الهاص يجيب الزراع معها تقريبا 20 تجارة من النوع الفويرتي من أجل مساعدة أشجار أفوكادو على التلقيح وكذلك على التنوى فكما كنت لاحظوا معي هذا هو النوع الفويرتي أو ما يعرف الملساء أو الرطبة لتقريبا 300 تجارة من أشجار أفوكادو وقد نقوم بزراعات معها 20 تجارة من النوع الفويرتي وهذه العملية ضرورية لإخوة لمساعدة أشجار أفوكادو على التلقيح فكما تلاحظو معي قد نستعملو تقريبا 20 شجارة في كل هكتار يمكنك زراعة زلطانو او فويرتي اي نوع توفطلوه من حيث الملزع فكما تلاحظو معي اخوان هو النوع الهاص بجانبيها يجب انحرص على هذه العملية عند يكون ضرورية لزيادة انتاج وزيادة التلقيح فهو التلقيح ضروري بالنسبة لأشهار افوكادو يجب التنوى من حيث زراعة أشهار افوكادو فكما تلاحظو معي اخوان هذه سجارة الفويرتي وما يعرف بالرطبة هذه صراحة التمن ديها لك يكون من خافض مقارنة مع السجار الهاص فكما تلاحظو معي لانها ضرورية في زراعة هكتار واحد من السجار افوكادو وهي 20 سجارة في كل هكتار فكما تلاحظو معي ونقوم بزراعتها بشكل عشوائي في الهكتار الواحد من السجار افوكادو من النوع الهاص وبتوفق لشام يا اخوان